لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صفح يوماً إذ فارك يا مرحباً بكم حبايبنا يسعد أوقاتكم يا رب تكونوا قضيتوا أعياد حلوة وسعيدة وأوقات تعبت بالمحبة والتألف الأسري إذا كنتوا من محبي العطور السويتية البهاراتية الفاكهية فهذا من العطور اللي بتهمكم بولو بلو انتنس عطر تم إصداره بالالفين وقمستاش مقدمة الجريب فروت والليمون والزعفران والتوت البري بقلب العطور الزنجبيل والميرامية والخزامة والقهوة أرز والعنبر والنوت الجلدية في القاعدة عطر من العطور التي يبقى السبات تبعه على الاتياب لمدة 24 ساعة تقريباً وعلى الجلد لمدة 5 أو 6 ساعات بالكتير طبعاً وبالفوحان ممكن لمدة ساعتين إذا بدن نكون شوية عادلين عطر إذا أنت كنت من هوات الخط اللي بيشبهها البرزاجي إيروس والوين مليون فهو هذا العطر من العطور اللي بتتقبله وبتحبه أكيد النسخة البولو بلو العادية اللي هي أودوتواليت هي DNA الكبير تبع هذا العطر ولكن هذا العطر يعني شوي دكرواه بطريقة وزادوا الكنسيطريت تبعه شوي لحتى يصير أودو برفيوم وما حسيت فرق أبداً بيناتهم إلا بموضوع الأداء والتركيز لإزالة العطر يدخل هذا العطر وزيادة أو ديكور التوت البري لحتى يكون فاكهة أكتر السكنين بالمناطق الحارة بنصح تروحوا إذا حبيتوا هاي النوتة السويتية بنصح تروحوا لأودوتواليت ما تروحوا لنسخة الاندنس ولكن إذا كنتوا يعني حابين ترشوا منه بالصيف فيكن تستعملوا رشة أو رشتين مو أكتر من هيك عطر خشبي للي بيحب العطرات الخشبية عطر ظاهر بيه بوضوح وبامتياز العطر بس يعمل دروب داون من شقيقاته لبرزات شيروس بحالاته إذا كنتوا بالمناطق الباردة أو يعني أهو عطر يناسب تماماً لفصل الشتاء أو للخريف أولى الليالي بالمناطق الحارة اللي بيصير فيها نوع من البرد يعني عطر جميل بحالاته تقريباً إذا بدي أعطيه يعني 8 أو 9 من 10 لأنه عطر حلو ولكن من البولو بحد ذاته رالف لورين فأنا اللي بيعشق منهم هو البولو الأزرق بكل إصداراته هو الأجمل والأحلى لقلبي ولكن يمكن زوقهم شوي يكون مختلف عني أو رايح لشي تاني أصلاً غير هو من العطور يلي يعني بحب فيها نوات الخشبية الواضحة والبهاراتية مغمورة أو مذكرة بالجورماند يعني ليعطيها شكل أو هيئة الرجل يلي ما بتجاوز الخمسة وثلاثين يعني إذا كنتوا من فئة الشباب لهذا العمر هو عطر كتير مناسب للكون وإذا كنتوا من الكبار ولبسكن أو بتروحوا على وظايف مهمة أو رسمية بشوفوا نوعاً ما يمكن ما يكون كتير مناسب ولكن أنا بالنسبة إلي لأ بلبسه لأنه النوات الخشبية والبهاراتية كافية لتعطيه تقل والفخامة ولكن البعض ما بيفضل الفئة العمرية الكبيرة تستعمل هذا العطر إن شاء الله ما أكون نسيت شي بعدين أرجع أول آخرتني يعني حكيت هيك عنه بس أنا من عشاء البولو الأزرق بكل إصدارات وهذا عطر جميل بيستحق التجربة لالناس اللي بتحب تجمع عطر أو يكون عنده خزانة عطرية يعني متنوعة فهذا واحد من العطور يلي أداءه حلو إذا حدا منكم جرب الإيموشن من رصاصي فهو بس يعملوا دروب داون كتير بيتوائموا بيعملوا سينك مع بعضهم إذا بدنا يعني نحطهم على نفس الليفل فهنا اتنين كتير بتألفوا مع بعضهم بنفس الطبيعة تقريبا هيك كان معنا الفيديو لليوم إذا حبيتوا الفيديو لو سمحتوا تعملونه مشاركة بوسائل التواصل اجتماعي وتعملوله لايك وإذا كنتوا جداد على القناة إذا حبيتوا القناة كمان ما تنسوا تعلقوا زر الجرس لضلنا دايما على تواصل مع بعضنا بفيديو آخر إن شاء الله رح نعمل عدة تقييمات لعطور أخرى تابعونا ومحبتي لألكون دايما بأماما